السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله هذا خبر نزل عن بيتكوبيتش عندما كان مدرب لمنتخب شويسرا وكان يتعاقد مع بوردو بوردو آنذاك والعقل يلجمه ان يبقى حتى سنة الفين واربعة وعشرون مع المنتخب السويسري التي هي بلده وذهب ليتعاقد مع بوردو سأشر لكم الخبر وسأقوموا بالترجمات اصبح ودع مدربنات بيتكوبيتش كانوا يتعامل الاتحاد الان مع اولاء المرشحين يلدي مغادرة المنتخب السويسري اللاعب البالغ من العام سبعة وخمسون من تيسين وعلى واسق الانتقال الى جيروندان بوردو رغم رغبة والمفهومة لكنها تشكل بعض المخاطر على المنتخب الوطني لقد مر ثمانية عشر يوم فقط منذ خسارة لعب كرة القدم السويسرية في ربع النهائي بطولة اوروبا امام اسبانيا بعد مراكة بطولية بركلة الترجيح ثمانية عشر يوم فقط لا يزال هناك القليل من الوقت لإدراك روعة الصيف كرة القدم الخيال الذي عاشه المنتخب السويسري والان يأتي هذا الخبر يريد المدرب بيتكوبيت مغادرة المنتخب السويسري قدم له الفرنسيين من جيروندان بوردو عرضا ملموسة توصل بيتكوبيتش بالفعل الى اتفاق مع النادي ويرغبه في توقيع عقد حتى عام الفين واربعة وعشرون من الذي يمكنه فعله من هذا بعد ذي بدء لم يتم الانتهاء من جميع الإجراءات الشكلية بعد ولم يمنح الاتحاد السويسري لكرة قدم مدربة والإذن بإجراء التغيير حتى الآن يتعلق الأمر أيضا بالمال وهذا ليس بالأمر الهيين خاصة في عقاب كورونا ومن المحتمل أن يكلف بوردو ما يصل إلى نصف مليون فرنك للإفراج عن بيتكوبيتش هذا ليس قليلا وعما ذلك فإن ذلك لن يمنع بوردو من التعاقد مع بيتكوبيتش إذا كان الفرنسيون يريدونه بشدة كما يبدو تطور الفريق بحكمة لطف في بيان يوم الاثنين بعد ذر يوم وكتب الأحد اتصل المدير رياضي لجورون دان بوردو بمدير منتخبنا الوطني بيرولويجي تامي وعرب عن اهتمامه بمدربنا الوطني وتجري المناقشات حاليا بين الأطراف المعنية الحقيقة هي أن فلاديمير بيتكوبيتش لديه عقد حالي سيتم تمديده تلقائيا حتى نهاية عام 2022 إذا تأهل إلى كأس العالم هنا العقد كان يرجمه ببقاء بيكوبيتش حتى نهاية عام 2022 لأنه كان هناك تصفيات لكأس العالم للمنتخب السويسري أنذاك تصفية كأس العالم قاطر ولكنه ذهب إلى بوردو سنة 2021 لم يلزم لم يبقى مع المنتخب السويسري أنذاك بسبب المال خمسمائة فرنك خمسمائة مليون لكن من الصعب أن تصور أن الاتحاد السويسري سيقف عائقا ويصير على التعاقد مع مدربه الوطني ستستمر تصفيات كأس العالم خلال ما يزيد قليا عن شهر وستكون إيطاليا المفضلة في المجموعة ضيفة على بازل ثم تنطلق إلى إيرلندا الشمالية وهناك مبارتان رئيسيتان وستكون مباراة معلقة يشارك في المدرب الوطني غير مريحة لغاية لهذا السبب يجب على الاتحاد أن يسأل نفسه ما مدى منطقية إجبار المدرب على البقاء وهو يفكر بالفعل في مكان آخر القصة لها وجهة نظر أن المدرب واحد إن رغم بيت كوفيد في اختنام الفرصة في بوردو أمر مفهوم لقد اعتنى الآن بالمنتخب من مدة سبع سنوات في عام 2014 تولى مسؤولية الفريق لقد أدار إرثه في بداية بحكمة ثم قام بتطوير الفريق بلوت وأخيرا نقلت إلى مستوى جديد هناك ثلاث بطلات كبيرة في سلج البوتكوفيتش حيث كان ينجو دائما من دور المجموعات وتم إقصاء سويسرا مرتين في الدور الستة عشر قبل أن يتبع ذلك الصيف التاريخي هذا هو رابط المقال كليا أقرأ رابط المقال أن بيت كوفيد لم يلتزم بالعقد مع مدال انتخب بلاده سويسرا أنذاك وذهب إلى بوردو بسبب المال المدرب كثير التجوال كل فريق يقوم بتدريبه يأخذ أمواله ويرحل هذا هو كل شيء رابط المقال ستجدنا في وصف الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات ليسيرك كل جديد وإلى فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر